السلام عليكم بعد أن تطرقت إلى الطريقة الأولى الرسمية للدراسة عن بعد انطلاقا من البيت وتتمثل في موقع تلميد بوينتيس أبسط أمامكم طريقة أخرى أكثر سهولة وهي متاحة حتى لمن لا يمتلك ربطا بالأنترنت خاصة العالم القروي يتمثل ذلك في مشاهدة المحتوى المعد خصيصا للتلاميذ في هذا الظرف الخاص عبر القناة الثقافية أو القناة الرابعة انطلاقا من هواتفكم لوحاتكم اللمسية وحتى حواسيبكم إذن أركز اليوم على الهواتف على اعتبار أن أبنائي وبناتي التلاميذ والتلميذات يمتلكون في غالب الأحيان هاتف على نظام الآيو اس أو الأندرويد في الحالتين معا بعد تنصيب تطبيق SNRT Live الذي ستجدون رابطة حميله سواء من Play Store أو من App Store ندخل إليه ونعطيه كافة ترخيصات المطلوبة ثم نذهب رأسا إلى قناتنا لتحقيق هدفنا وهو التعلم عن بعد قناة الثقافية أو القناة الرابعة ذات اللون البنفسجي لاحظوا أنا الآن Live مباشر على القناة يعني هذا هو البث الحي فهذا اللحظة هذه ولكن بالنظر لوجود تقنية Time Shifting يمكنني العودة 6 ساعات إلى الوراء لأشاهد ما فاتني من الدرس أو يمكنني باختصار أن أضبط مواعيد إذاعة الدروس وأحضرها وكأنني أفعل ذلك داخل القسم إذن أحاول الآن أن أرجع إلى درس ما عبر تقنية Time Shifting أضغط على وسط الشاشة حيث الفيديو وأسحب هذا الشريط أسحبه من اليمين اليسار أو من اليسار اليمين حسب اللغة المختارة في هاتفكم إذن في حالة اختيار اللغة الفرنسية نسحبه اليسار لاحظوا ها أنا قد عدت إلى درس هذا درس أعتقد في طبيع الإسلامية إذا ما سحبت إلى الوراء G أسحب بين الدرس والدرس أبدأ من بعض الفترات التي تشمل برامج وثائقية أسحب إذن ها أنتم تلاحظون سهولة العملية يعني نفس العملية تفعلونها سواء على هاتفكم الأندرويد أو الآيو اس محتوى يوميا يتم إغنائه عبر إضافة دروس جديدة لكافة المستويات البداية سوف يقع التركيز على السنوات الإشهادية ولاحقا سيتم رفع المحتوى لكافة المستويات بدءا من الأولى ابتدائي كما صرح أحد المسؤولين في الوزارة الوصية إلى غاية مستوى الثانية باكالورية لن أطيل عليكم أكثر من ذلك دمتم في رعاية الله سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته